السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أميان لتفسير الأحلام بشكر جدا كل الناس اللي بتشترك معايا وبشكر جدا كل الناس اللي بتتواصل معايا وبشكر جدا كل الناس اللي هتشترك لي بأمر الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وعلى مشاركتكم ليا في فيديوهاتي ياريت حبيبي مشاركين يزيدوا أكتر ومشاهدين يزيدوا أكتر لأن قناتي مش هتنجح إلا بكم بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم حبيبي بقلبي عن رقم سبعة ورقم ثلاثة للمرأة المطلقة والمرأة الألملة في المنام ده بيدل على إيه؟ ده اللي إن شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة في الفيديو بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة الرقم سبعة للمرأة المطلقة ولا المرأة الألملة ده بيدل على إيه؟ ده بيدل بأمر الله تعالى على تحقيق المكاسب لها المادية بأمر الله تعالى يعني إن شاء الله بإذن الله لما تشوف رقم سبعة ده في الخير ليها واستبشارة خير ليها بأمر الله تعالى طب بردك بالنسبة الرقم ثلاثة في المنام بيدل على إيه؟ في المنام بالنسبة للمرأة المطلقة والمرأة الألملة رقم ثلاثة بيدل على إيه؟ ده بيدل بأمر الله تعالى على الحظ الجيد لها في الفترة القادمة لها يعني إن شاء الله بإذن الله يكون حظها في الفترة القادمة لها هيكون كويس بأمر الله تعالى وكمان ربنا هيجلب ليها الخير والسعادة بأمر الله تعالى وكمان هيكون عندها استقرار نفسي في الفترة القادمة بعد المعاناة والمشقة والتعب اللي كانت هي فيها في الفترة السابقة لها لكن الحياة القادمة لها هيكون حظها كويس وكمان ربنا هيكرمها بكرم كبير جدا ورزق كبير جدا وكمان عندها استقرار نفسي بأمر الله تعالى يعني كلها استبشرات خير بالنسبة للمرأة المطلقة والمرأة الألمرة ربنا يا رب يعين كل واحد وربنا يعين كل امرأة من المرأة المطلقة والمرأة الألمرة على ما هي فيه وربنا بأمر الله يستعيدهم ويعينهم على كل اللي هم فيه بأمر الله تعالى ويبقى عندها الاستقرار النفسي والهدوء بأمر الله والسكينة والطمأنينة ربنا يرزقكم بهذه الأشياء بأمر الله تعالى دي كانت رؤية مفصلة عن رقم سبعة ورقم تلاتة بالنسبة لمرأة المطلقة والمرأة الأرملة بشكركم جدا على الحسن استماعكم لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته